اشتركوا في القناة مشيرا إلى أن الأسعار الخاصة بالضان تتراوح ما بين 1900 و 1600 و 1300 جنيه للرأس الواحد وشار إلى أنه ورد للأسواق خلال تلك الفترة 30 ألف رأس من الأبقار و 20 ألف من الإبل و 5 ألاف من الماعز مبينا أن هناك 6 أسواق فرعية تغذي أسواق الماشية بالأبيض بدأت صباح اليوم بقاعة يمانة حكومة ولاية القضار في جلسات اجتماع مجلس الآداء الثاني للعام 17 و 2000 للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وحي المهندس ميرغاني الصالح سيد أحمد والي ولاية الجلسة الافتتاحية للمجلس حي القائمين على أمر الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الذين يقومون بوضع المعايير كما ونوعا حتى يكون المنتج آمن للصادر والمستولد مستعرضا ما يدور بولاية القضارف في مجال المنتج والعمل المتواصل في مشروع المياه والذي سينتقل من بعد إلى المحليات إضافة للطرق حيث أنه حيث إن الولاية حدودية مع إثيوبيا لذا كان الاهتمام بالشريط الحدودي مؤكدا على أن العمل يسير لتكون الولاية قبلة للمستثمرين مع العمل على إنشاء مطار بالولاية كشفت وزارة زراعة والغابات الاتحادية عن عقبات تواجه تصدير الإنتاج البستاني في وقت أعلنت فيه جمعية فداسل قاعدية للإنتاج الزراعي الدخول في مشروع الإنتاج البستاني للصادر اعتبارا من اليوم وقال الدكتور عفاف الجزولي المدير العام للإدارة العامة للإنتاج المستاني بوزارة الزراعة والغابات الاتحادية خلال تقديمها السمينار من تجربة ولاية الخرطوم في الزراعة للصادر اليوم بالإدارة الزراعية بود مدني إن هناك تحديات كبيرة تواجه منتجات الصادر البستاني يمكن التغلب عليها بوجود مشاكل المطار والشحن الجوي بارتفاع تكاليف ورسوم الشحن فضلا عن عدم وجود صالة مبردة في المطار أكد المجلس التشريعي بولاية شمال كردفان جاهزيتهم لدعم أي مشروعات أو برامج تتعلق بالإسكان والتطوير العقاري والتي من شأنها أن تسهم في الاستقرار والتنمية وتدعم الإنتاج والإنتاجية مشهدا بالأدوار المتعظمة التي يطلع بها الصندوق القوم للإسكان والتعمير وبحث لقاء مشترك عقد بمقر المجلس برئاسة الأستاذ صلاح عبدالله جمعة نائب رئيس المجلس مع وفد الصندوق الاتحادية الذي يزور الولاية بحث سبل تعزيز التعاون بين المركز والولاية من جهة وبين الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية من جهة أخرى لتنفيذ مشروعات الإسكان والتعمير التي تصب في دعم برنامج نفير النهضة بحث دكتور سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذ نادر عثمان مدير جهاز تشغيل الخريجين بالولاية بحضور مدير إدارة الثروة الحيوانية ومدير مركز التلقيح الاصطناعي بحث عددا من المحاور المتعلقة بمشروعات الخريجين والسبول الكفيلة لتعزيز التعاون المشترك لإنفاذ الخطط والبرامج الاستراتيجية وتفجير طاقات الخريجين واستعرض الاجتماع دور وزارة الزراعة في دفع مشروعات الخريجين وتمكينهم وتلبية طموحاتهم دشنت جمعية حماية المستهلك محلية غرب بارة بشمال كردفان برئاسة حنف كرار بمشاركة عدد من الجهاد ذات الصلة مشروع الغرص المثمر بـ 1100 شتلة مثمرة ليمون بمحلية غرب بارة حيث نظمت المحلية احتفالا بهذه المناسبة بمشاركة القيادات الرسمية والشعبية وقطاعات المجتمع المدني واللجان الشعبية رحب عمر أبو البشر آدم منسق اللجان الشعبية بإدارية أوم كريدم بوفد الجمعية مبينا حوجة المواطن للأشجار المثمرة شاكرا جمعية حماية المستهلك ومعتمدة المحلية على هذه الجهود ونتقل عقب الفاصل إلى طائفة من الأخبار الإقليمية اشتركوا في القناة